السلام عليكم كديرين لبس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بي خير على خير عوي شرم بروكا ان شاء الله باش مزمنيتو بالصحة والطول بالعمر مهم جيت نشارك معاكم هاد الكوتليت مرافق الخضرة وشلادة مهم خليكم معانا نشوفوا الطريقة كي باش كنحضرهم هاد الكوتليت صراحة كي يجوز وينين وحتى بالنسبة الطريقة باش طيبتهم ارا صحيين مهم كتما كنقول دي من على بركة الله عنا مهم الحساب العبارة اللي بعتوا ديرو ديال الكوتليت مهم دباه هادار العيد هال الحم موجود بصحتكم براحتكم عنا العطرية عنا التحميرة عنا الملحة وعنا شوية الزاتر والزيت دا بغن خلطوهم في هاد في هاد الطبصيل هاد مهم العطرية مكينش بزاف عربي شغان رقضو شوية هاد الكوتليت ننزيلو عليهم الزيت ما ديروش زيت العود ديرو زيت مائدة لانه وكيت تحرق اذا دخلت فران زيت العود دا بغن خلطوهم وغن نرقضو هادا كالكوتليت وصراحوا حد الزعتر كي يجي فيه هاد المالاق سوزوين مهم هادا بك نرقضوه دا بغن رقضوه 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 نحطوه على جنب نخليه حتى ننجدو البصلة مهم خلوكم معنا ما نحرقوش المراحيل تشوفوا الطريقة كي باش كنوجدهم صراحة كي يجي فيه هادا وكي طيبوه مزيان ونتمنى هذه الوصفات اللي كنت شارك معكم يعجبوكم وما تنسوش اللايك والتعليق لانه مكيهموني ويشجعوني باش نعطينش على الله الجديد مهم خليوكم معانا بتشوفوا نهاية الفيديو مهم دا بغن نوجد الطاوه دينا وندير فيه ورق الزبدة ونديرو حد ثلاثة البصلات كبار هنقطعهم وغن نحطهم التحت مهم هاو ما ونتمنى الفيديو ميجيك مش طويلة مهم ها يلبس لك نحطوها في الطاوه باش نزيدوا على هادا الكوتليت والفران ارا شاعل على دراج ميتين دراجة دوسون دقاي دوسون دقاي مهم ها ما لكوتليت شربوا مزيان اذيك العطرية وغن نحطوهم فوق البصلة 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 سهية كد تطلق ذاك المدية لها باش مكي الكوتليت نيز مكي نشوش في الفران دي بغن نزيد واحد الورق خور وغن نغطي عليهم من فوق وغن نغطي عليهم من فوق ويمتمنى هاد شي يكون واضح لكم وغن نزيد عليهم الورق زبدة من فوق هاوا وغن نزيد عليهم بابي اليوم وندخلهم الفران على درجة الحرارة ميتين دوسون دقاي للحرارة ونخليهم واحد الساعة يطيبوا ولا ساعة ونص ساعة موي من در ساعة وطابون زيان موي ما كتشعلي الفران من التحت ومن الفوق وده بغن نوجد معاكم واحد الخضيارات هي كالجيزوي نفل في الكوكوت البطاطا خيزو والقرعة ندير شوية دي الزيت مين راشد ديت بطاطا قطعتها والقرعة وخيزو قطعتهم مكعابات فايكوة صغيرة ورين مهم اي خضراء عندكم تقدروا تديروها اللوبيا جلبانا وكتديرهم في الكوكوت وكتنقص عليهم لبطاطا وكتخلي وكتديرو شوية الملحة ويمكن نديرنا الزيت وشوية الملحة كتجي مرافقة لها الطبق صراحة كتجي زوينه وبنينا وكتطيب الخضراء مزيان ومليكات طيب ومليكات طيب نزيدو على شوية القزبار ولي بايزيد شوية الكامون انا مدرتش الكامون كتنفي تعيب شوية القزبر القزبر قزبر سوكي تدوحة الملحة قزوين قزوين ودابات تقديم دينا هاي الكوتليت دينا طاب البصيلة تاي طابت تسلات وكن نراقم مع ذلك خضيرة وقدرت شلادة مغربية شلادة نبقطعها وهذيك التابولي ان شاء الله غنتشاركها معاكم شنهار تهي رفقتها مع مع دلغدة دينا وانتمنى يعجبكم وما تنساوش تخليوا اللايكات والتعليق وتشجعوني ان شاء الله باش نعطي الجديد مهم هاي الخضيرة دينا قدرتها في التبصيل حتى هي رفقتها معاه صراحة طابت مزيان تهي جزوينا المحسس مهمة دي عليه الطارقة تقديم كيف اشي قدمت الطابق دينا وغن نرفقه بش ليدة وشيد الخبز وشيد الخبز وصحة و راحة وغن زيد عليه شوية دي القزبر الطبق كواتلات محمرة يجب أن تطبيعهم و تعريهم و تعريهم و ترديهم الفران حتى يتحمروا الصراحة كي يجوزين إن هاي الشليدة درت فيها شوية الخص و ما طيشه شوية القصبر و درت فيها شوية الملحة شوية الملحة اسمحوا لي والكامون والخل و بصحة و الراحة و الى وصفة اخرى ان شاء الله و نقول لكم في امان الله و و شعر و بركة ان شاء الله باش متمنيتو و ان شاء الله يتحيد علينا دلوباء و ترجع الحياة الى طبيعتها و اللي كيتمنى شي حاجة ان شاء الله يوصل ليها يا ربي امين يلا نخليكم مع نهاية الفيديو و نتمنى يعجبكم مع سلامة اشتركوا في ork box أنشاء الله يتقط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة